نتمنى طول الوقت إن اللي جاي يبقى أفضل وهنا بعين الصحفي وبعين الرجل الذي يعمل كمان في قلب الصحافة السياسية شفت الأداء إزاي في إطار زي ما ذكر سيد النائب حسين من الخولي كانت حكومة مضطرة طول الوقت لاتخاذ إجراءات متعلقة بما يحدث حولنا في العالم كان لديها فرص ما ولا كان واقف قدامها برضو تحديات كثيرة مش قول بقى تحديات ما فالتقييم هيبقى من الزاوية دي وهذهب إلى أنا مستني إيه يعني هضم صوتي لصوت سيد النائب في مسألة إن هي حكومة مضطرة بالعنوان الصحفي إذا قلنا العنوان حكومة مضطرة ما عندهاش خيارات كبيرة ما عندهاش خيارات لبدائل كتيرة كان بتعمل بالممكن والمتاح بنتكلم في ست سنين ست سنوات صعبة سنوات صعبة فعلا في الوقت اللي إنت بتبني فيه بتبني فيه ملامح جمهورية جديدة بجد فمفيش مجال لمسكنات أنت عايز تحل حلول جزرية مش هينفع تعديها الدولار هيمشي زي ما هو والدعم هيمشي زي ما هو فالبلد هتقوم بدليل إيه؟ بالعكس يعني المصار ده لا يؤدي إلى نجاح في أي اتجاه اقتصادية فلازم تعمل عملية جراحية اقتصادية كانت صعبة بداية من 2016 تحرير سعر الصرف ومثلا من قرارات اقتصادية لإعادة هيكلة اقتصاد المصري وأنه يبقى اقتصاد مفهوم وبالتالي اقتصاد جاذب بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار الأجنبي لأن استثمار الأجنبي يعني لازم يكون فيه محفزات علشان يدخل البلد ولازم يكون عنده رؤية واضحة كيف يدور الاقتصاد في مصر سعر الصرف اقتصاد مفهوم حاجة مفهومة واضح يتعامل معاه حلوة وحاجة قادر يدخل السوق يا أستاذ يوسف وقادر يخرج منه بشكل طبيعي قادر يحول أموال بشكل قانوني بشكل معلن بشكل كذا كل الأمور دي فأنت كحكومة الملعب كان دايق القماشة كانت صغيرة التحديات اللي كانت موجودة كانت صعبة وكلامنا هنا يعني أنا بضم صوت لصوت حضرتك كلامنا هنا مش تبرير مش تبرير لأداء حكومة أو كذا لا أي حد بيعمل في بيئة أي موظف أي عامل أي إنسان بيشتغل في بيئة لو البيئة مش مناسبة مش هيعطأه هيبقى الطبيعي أن يقل في أي مكان في العالم وبالتالي عشان تخلق بيئة مناسبة للعمل اتكلم بقى عن البروكراطية اتكلم عن تقييم تقييم الأداء الحكومي للموظف نفسه إزاي بيتم وبيتم بشكل قديم اللي هو كله بياخد 97% و98% اللي هو تقرير الكفاءة والامتياز ومش كده فاندم كله شاطر وعظيم ومنتج طيب لازم ياخد الحوافز ولازم ياخد كل حاجة وبالتالي احنا تيجي في الآخر انت معندكش أداء حقيقية أو معايير حقيقية تيس بيها أداء الموظف وبالتالي أداء الوزارة وبالتالي أداء الحكومة الأهم ببقى الأهم أني يعني بلوم كنت بلوم على الحكومة في أداءها السابق في أن كلنا كنا نتكلم على أداء السيد الرئيس وإقاعه السريع وأن احنا محتاجين حكومة تواكب هذا الأداء ده التحدي للحكومة اللي جاية أنا أعتقد أنه ده في شيء من الاستحالة إسلام ماشي مأمانة بس لينا 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 أن إحنا نطمح لينا يعني حقينا أن إحنا يبعى عندنا الطموح ده هي على الحكومة تقترب من هذه السرعة في أداء الرئيس تقترب أداء الرئيس كان مفاجئ لمن يعملون في الحكومة على مدار السنوات اللي فاتة طبعا لكن دلوقتي أصبح الأداء والطريقة وفلسفة الحكم واضحة أمام من سينضم ليه قيادة هذه السفينة ما بقتش المسألة فهو ده من لديه القدرة على ده أهلا وسهلا من ليس لديه القدرة أعتقد أن المسألة هتبقى صعبة عليه جدا هيبقى تحدي كبير جدا خاصة أن مش بس الإقاع اللي بقى سريع لأ أنت بقى إنتاجك على الأرض كدولة بمؤسستها أداءها على الأرض في الأيام اللي فاتت بس احنا مش يعني افتتاحات ما شاء الله يعني ما شاء الله شيء مفرح مبهج من هاير اللي هو في مجمع أملاق باستثمارات أجنبية 135 مليون دولار استثمارات صينية الضبعة وزراعة وإضافة مساحات زراعية أو صناعات زراعية وهو جهاز مستقبل مصر اللي شغال بقوة ومبادرة إبدأ وتشكى وما حدث فيها من إضافة مساحات جديدة وعندنا أكبر يعني في موسيقى الجنس أكبر مصرع التمور في العالم دي حاجة فده الأداء وده مستوى الأداء وده بمتابعة متابعة دقوبة من السيد الرئيس من القادة السياسية محتاج حكومة تعمل بهذا الشكل بهذا الأداء بهذه الكفاءة بهذه السرعة يعني ده طموحي وده اللي أتمنى لإني ده اللي هيفرق لكن أنا أقول إن إحنا ربما ما كناش محظوظين في الفترة اللي فاتت بسبب كل لكن أعتقد إن عطينا أو مشينا خطوات محتاجين نكمل بإقاع أسرع وبكفاءة أعلى بإقاع أسرع